بعد فترة طويلة من اغلاق المولات والمراكز التجارية ها هي اليوم وبقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تفتح ابوابها من جديد للمواطنين في مبادرة لمحولة انعاش الورقة الاقتصادية المحلية التي وبسبب كورونا توقفت عن العمل لاشهر طوال نفتح المول لدخول الزبائن بعد اصدار القرار الاخير لدورة رئيس الوزراء ومشكور دورة رئيس الوزراء على اصدار هذا القرار هو بفتح المول وكذلك نوجه شكرنا الى اللجنة العلية للصحة والسلامة الوطنية باتخاذهم هذا القرار ومثل ما شفتوا من خلال دخولكم للمول ان المول مستوفر للشروط الصحية من خلال اجراءات اللي يقوم بيها من خلال اجراء التعقيم والتعفير وارتداء الكفوف بالنسبة للزبائن ولا يسمح لأي زبون او اي موظف دخول المول الا بعد افتداء الكمام والكف فيما رحب العراقيون بهذه المبادرة التي اعتبرها الحل الامثل لمزاودة النشاطات التي ظلت خاملة لفترة طويلة على الرغم من وجود مخاوف من انتشار الوباء بصورة اكبر فالامر اليوم مرهون بوعي المواطن ومدى تحمله للمسؤولية الاجتماعية بعد مرور خمس تشهر من وباء كورونا والعالم كلها ببيوتها لازم نلتزم بالاجراءات الوقائية وهسا فتحها والمولات يعني وشوية خلي العالم يعني شوية شون ما نقول غيرون جو يعني بعد مرور هذا الحضر وهي بس لازم نلتزم بالاجراءات كمامات وهي لازم نلتزم بيها العودة تدريجيا لممارسة الانشطة الاجتماعية وإعالة الحياة إلى طبيعتها هي الهدف الأسماء الذي يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحقيقه فتوقف نشاطات الحياة الاجتماعية لفترة أطول سينعكس سلبا على العراقيين خصوصا أصحاب الدخل المحدود منهم بعد إغلاق دام لأكثر من أربعة أشهر ها هي المولاة تفتح أبوابها من جليل ليزاول العمل التجاري مع إجراءات صحية ووقائية مشددة من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة